بسم الله الرحمن الرحيم. محضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو اللي 14 من سلسلة شرح برنامج المكروسوفت وورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الجزء الاول من كيفية تنسيق الصفحة من اعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنبدأ نتعرض لمجموعة من الأمور اللي تخصوا تنسيق الصفحة. في البداية هوامش الصفحة. هوامش الصفحة شرحناها قبل كده بانك تقدر تتحكم فيها عن طريق المسطرة. فتقدر تكبر في الهوامش او تصغرها. او تقدر بانك من خلال الجزء الموجود في بانك تدخل على الفواصل بتاعت الصفحات تستفيد من المقاسات اللي موجودة بشكل او بانك تدخل على مقاس من تعديلك وتبدأ انك تختار المقاس اللي انت شايفه على سبيل المسال لو انت عايز اتنين سنطي من كل جانب تقدر بانك تدخل القيم اللي انت محتاجها. فبدأ انه يوفر لك الحاجة اللي انت عايزها لو انت عايز تحكم بشكل يدوي آآ عن طريق المسطرة ده الاختيار الافضل اللي احنا دايما بنقترحه على حضاءاتكم. طيب بالجزء التاني انك تصامل المصفحة بتاعتك بالطول او بالعرض. تقدر تدخل الجزء ده عن طريق انك من خلال قيمة اللي اوت تدخل لتنسيق الصفحة. هل انت عايز الصفحة بتاعتك بالطول او عايزها بالعرض? هنصغر عشان تتضح الصفحة لنا. تقدر انك تعمل الاسلوب اللي انت عايزه. لو انت عايز مجموعة من الصفحات بالطول او مجموعة من الصفحات بالعرض وتقدر بانك تيجي هنا وتختار من خلال اعدادات الصفحة بانك عايز من العرض من بداية النقطة دية في مياليها. فهيبقى عندك هنا في صفحة بالطول وفي صفحة بالعرض. تقدر بعد كده بانك تيجي في صفحة تالية وبعدين تقوله انا عايز الصفحة دية ترجع من العرض. وهتقوله من النقطة دية لغاية ما يليها فتقدر بانك تاخد مجموعة من الصفحات بالطول ومجموعة من الصفحات بالعرض او انك تخلي المستند كله فكرة واحدة. بعد كده بالنسبة لما اصف الصفحة اتكلمنا بانك من خلال خلال قيمة تختار من الصيز المقاس اللي انت شايفه مناسب للملف بتاعك من بداية الكتابة. المقاس دايما اللي احنا بننصح به هو مقاس الاي فور لانه ده المقاس اللي انت هتشتغل عليه او تطبع عليه غالبا. بعد كده تقدر بانك تقسم الصفحة بتاعتك الاعمدة من خلال قيمة الاي اوت وتاخد من الاعمدة بانك عايز تقسم مثلا الكتابة بتاعتك العمودين. فلو تلاحظوا هنا الكتابة بتاعتكم. لو تلاحظوا هنا في الجزء المخصص هنا الكتابة بتاعتك اتقسمت لعمودين. لو انت عايز العمودين دول يبدأوا من اليمين للشمال بتضغط عليها. بتضغط على الاعمدة. وبعد كده بتطلب منه الخيارات المزيد من الخيارات وبعدين بتقول له ان انت عايز تبدأ من اليمين للشمال فهتلاقي بقى ان العمود بتاعك بدأ من اليمين للشمال لمناسبة الكتابة العربية. بعد كده عندك في الخيارات الخاصة بتنسيق الصفحة انك تقدر تعدل لون الصفحة. هتعدل لون الصفحة عن طريق الدزاين والبيج كالر. بعد كده تختار اللون اللي انت عايزه ليه الصفحة. في حالة لو انت عايز لون محدد تقدر بقى انك تختار اللون اللي هو بنسبك. ولكن انا دايما بننصح بان اللون الاساسي بتاعك يكون هو اللون الابيض. ولكن لو انت عايز تختار اي لون تقدر بقى انك تختار اللون اللي انت عايزه. فمن خلال الدزاين والبيج كالر تقدر بانك تلعب في اللون الخاص بالصفحة. من ضمن الخيارات الخاصة بتنسيق الصفحة تقدر من خلال قيمة الدزاين تدخل على بعد كده تقول له احاطة. فهيبدأ بانه يحوط لك النص كاملا. لو انت عايز خط من الخطوط المستقيمة تقدر بانك تاخد خط من الاشكال ديت وتتحكم في العرض بتاعه. على سبيل المثال الشكل اللي هو عمله دلوقتي. تقدر بانك من خلال البيج بوردر بانك تختار شكل من الاشكال او رسمة من الرسومات اللي انت ممكن انك تختارها تكون محيطة بالنص بتاعك. نصيحة دايما بانك اثناء اختيار الخط ده تقدر بانك تتحكم في المقاس بتاع الحدود بتاعة الصفحة على اساس انك ما تضيعش مساحة من المساحة الخاصة بالصفحة ولكن في نفس الوقت راعي بان يكون الجزء ده جزء واضح بحيس بانك تحفظ على الشكل الجمالي اللي انت هتستخدمه. تقدر بانك تشتغل بمجموعة من الاشكال المختلفة والرموز اللي انت تقدر بانك تشتغل بها على سبيل المثال هنا لو تلاحظوا التشكيل اللي بيبقى موجود في الرسمة. هل انت عايز الكلام ده يتطبق على صفحات مهددة ولا على الملف كاملا ده شيء انت اللي بتحدده. لو انت عايز بان بعض الاجزاء في الصفحة ما يكونش عليها حدود بتشيل الجزء اللي انت عايزه. لو انت عايز الكل بتقدر انك تحدد الكل او انك تقول له فبيبدأ انه يحيط الملف كاملا فهتلاحظ ان الملف ده اصبح حاليا آآ كامل الحدود زي ما انتو شايفين قدام حضراتك. دايما بنصح بانه من قبل ما انت ما تشتغل عن ملف تعمل الحدود بتاعتك الاول بعد كده تقدر بانك تنسق الملف بتاعك وتنسق الحدود وتنسق الهوامش بتاعتك عن طريق مسلا توحيد المسافة اللي انت عايزها فتقدر تبعد عن الحدود بتاعت الصفحة بالمسافة اللي انت شايفها مناسبة للكتابة. آآ بكده حضراتكم نكون انتهينا من الجزء الاول في تنسيق الصفحات. نتمنى لحضراتكم كل التوفيه ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.